حالة من الغلياني تخيم على الشارع العربي بعد أن تعدى عداد الضحايا المائة والستين قتيلا منذ بداية العام لوحده وتخطي كافة الخطوط الحمراء من قبل المجرمين بقتل الأطفال والشيوخ والنساء دون شفقة أو رحمة وينادي أبناء المجتمع العربي بضرورة الالتزام التام بالإضراب العام والشامل الذي دعت إليه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية يوم الثلاثاء وأن يشمل الإضراب كافة القطاعات بما في ذلك عمال المصانع وصائقي الشاحنات والقطاع الصحي أنا برأيي إضراب بلدان عربية هذا بطل إلو تأثير بالمرة فأنا بقول إنه مؤسسات حكومية كل عربي كل حدا شريف حر لازم يضرب عن أي إشي بتعلق في الدولة نشل للدولة الإضراب لازم لفخوت لفخوت يقعد جمعة أنا في رأيي ساعتها الدولة بتنجبر وبكل الطرق إنه تلاقي الحل والجذرة فعشان هيك أنا بطالب الكل إنه يضرب صراحة التغيير بيبلش كل بني آدم بحاله يعني نغير بحاله لا يصير في عنا تغيير عن جدد بهذه الأشي لما دي يكون إضراب دي يكون إضراب مية بالمية بالضبط يشمل الجميع يشمل مصالح تجارية يشمل الدكاترا يشمل ما فيش فرق بين هذا وبين هذا يعني من نسبة لي كل لازم يوقف بنفس الوقف يعني عساس نساء الله اللي اللي بدنا إياه بحال كان فيه تغيير ويطالبون أن لا يقتصر الإضراب على يوم واحد فقط بل أن يستمر لثلاثة أو أربعة أيام متتالية وذلك للتأثير على الاقتصاد الإسرائيلي وإجبار الحكومة على التحرك مفعش إضراب يوم واحد بصراحة هذا إضراب مفعش ما يكسب لك أربعة أيام ما تكون إضراب شايف؟ وضع يعني وصلنا وضعي شو لك وضعي يعني خلاص يعني كل يؤسمن لنا هذا وضعي خلاص يعني كبير الصغير بطل في أمان بصراحة شايف وهي سلطة المحلية هاي كلها لا تضرب مش يوم واحد يومين لازم قليش أربعة أيام تسكر كنت شلي للدولي علينا أن نستمر في هذا التظاهر وفي هذه المظاهرة وأن نعمل جاهدين على أن يكافة الجماهير العربية وكافة المسؤولين في الجماهير العربية من معلمين من مهندسين من محامين من عمال من معلمين من كل الأطر الفاعلة في المجتمع العربي أن تضرب إضرابا كبيرا وكي تحس وتشعر هذه الحكومة توابيت تحمل على الأكتاف وجنازات كل صباح ومساء لضحايا جرائم العنف والقتل في المجتمع العربي في ظل تواطئ الشرطة ومن يقف على رأسها فلم يعد للمجتمع العربي أي خيار سواء يعول على نفسه بتوحيد صفوفه وتصعيد خطواته الاحتجاجية